خلينا نقول لحضراتكم نتائج الجولة التسعة حيلا دلوقتي حتظهر أمام حضراتكم وحنقولها لكم نتائج الجولة التسعة الشرقية وأسوان 3-2 لنادي الشرقية ومصر المقصة والدخلية فوز مصر المقصة بهدف مقابل أشيء نصر للتعدين وبترجيت وهدفين والنصر للتعدين هدف واحد أمبي والمقاولون العرب وفوز نادي المقاولون العرب على أمبي بهدفين مقابل هدف واسموه حوادي رجلة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق طلاعي الجيش والتحاد السكندري فوز طلاعي الجيش في اللحظات الأخيرة على التحاد السكندري بهدفين مقابل هدف المصري والإسماعيلي تعادل إيجابي بهدف لكل فريق الزمالك وطنطة وفوز نادي الزمالك بهدف مقابل أشيء الانتاج الحربي والأهلي فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لأشيء جدول تدريق جدول ترتيب الفرق بعد الجولة التسعة في المركز الاول النادي الاهلي ب 9 مباريات ب 23 نقطة مصر المقصة في المركز التاني ب 9 مباريات و 21 نقطة بتروجيت في المركز التالت 9 مباريات ب 19 نقطة سموحة في المركز الرابع 9 مباريات و 18 نقطة طلع الجيش فيه المركز الخامس بتمن مباريات وستاشر نقطة الزمالك في المركز السادس بخمس مباريات فقط لعبهم وثلاثتاشر نقطة المصري في المركز السابع تسع مباريات وثلاثتاشر نقطة الاتحاد السكندري في المركز الثامن بتسع مباريات وثلاثتاشر نقطة المقاولون العرب في المركز التاسع وتسع مباريات وثلاثتاشر نقطة أيضا الإسماعيلي في المركز العاشر وتسع مباريات وثلاثتاشر نقطة ودي دجلة في المركز ال 11 من 9 مباريات وعنده من النقاط 12 نقطة MP في المركز ال 12 من 9 مباريات وعنده 10 نقاط الاتجل حربي في المركز ال 13 وعنده عدد مباريات 8 مباريات وعدد نقاط 6 نقاط الدخلية في المركز ال 14 من 9 مباريات ب6 نقاط الصوار في المركز ال 15 من 9 مباريات و5 نقاط النصر للتعديم في المركز الستاشر بتسع مباريات وخمس نقاط الشرقية في المركز السبعتاشر من خمس مباريات باربع نقاط وطنطة في المركز الأخير ولعب تسع مباريات وعنده من النقاط أربع نقاط